تأكد سليمان ابن بلال سليمان ابن طرخان سليمان ابن طرخان نعم له ولد أبو أمجد صحيح المعتمر معتمر ابن سليمان ابن طرخان التيمي ذاك آخر سليمان ابن بلال عن أبي عثمان وأبو عثمان النهدي واسمه عبد الرحمن ابن مل عن أبي موسى العشعري عبد الله بن قيس قال أخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عقبة أو قال ثنية قال فلما على عليها رجل نادى فرفع صوته لا إله إلا الله والله أكبر ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بغلته قال فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ثم قال يا أبا موسى أو يا عبد الله ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة قلت بلى قال لا حول ولا قوة إلا بالله أبو موسى الأشعري كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته قال أخذ النبي في عقبة العقبة المكان الذي يحتاج إلى صعود إلى مكان مرتفع قال فلما على عليها رجل أي صعد عليها وجاء إلى أعلاها ومن هذا الرجل محتمل أن يكون ألا أشعري والله أعلم قال نادى فرفع صوته لا إله إلا الله والله أكبر ولا إله إلا الله كلمة التوحيد لا معبود بحق إلا الله والله أكبر من أسمائه الكبير الكبير المتعال قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته والبغل ما يولد من الفرس هو الحمار أبوه حمار وأمه فرس وفي هذا دليل على تواضعه صلى الله عليه وسلم فقد كان يركب الحمار ويركب البغال ويركب الفرس ويركب الإبل قال فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا أي لا حاجة إلى رفع الصوت فالله جل وعلا يسمع قال لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون وهو السميع البصير وهو السميع العليم سبحانه وفي هذا إثبات صفة السمع لله جل وعلا يليق بجلاله ولا غائبا بل هو حاضر ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا ثم قال يا أبا موسى ناداه بكنيته أو يا عبد الله ناداه باسمه فهو عبد الله بن قيس ابن من؟ أبو موسى أين أبو موسى؟ طيب عبد الله ابن قيس ابن ابن سليم ابن حضار وفي هذا الندى بالكنية والندى بالكنية فيها إكرام وإذا ناداه باسمه لا حرج فرب العالمين نادى موسى يا موسى قال ألا أدلك على كلمة من كنزي من كنز الجنة ما معنى من كنز الجنة؟ يعني مر معنا كلام الحافظ رحمه الله تعالى بمعنى هي ثمينة هي كالكنز يعني في النفاسة وأيضا يعني مصانة عن أعين الناس نام مصانة عن أعين الناس فهي كلمة مباركة قال قلت بلى قال لا حول ولا قوة إلا بالله هذه الكلمة كلمة استرجاع أو كلمة استعانة جميل استعانة فتقال إذا سمعنا المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله هل وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم لا حول ولا قوة إلا بالله من أزيز هل وردت أين لا حول ولا قوة إلا بالله أما لا قوة إلا بالله نعم ولولا إذ دخلت جنتك قلت لا قوة إلا بلا لا حول ولا قوة إلا بلا وردت أمين هل وردت عبد الجبار طيب تأكد أين عبد الواسع وردت طيب إسحاق الذي يظهر لا سلطان الكلام بهذا اللفظ لا حول ولا قوة إلا بالله يعني أما قول الله ولولا إذ دخلت جنتك قلت لا قوة إلا بالله هذا يعني لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله نعم ألا أدلك على كلمة كنز الجنة من كنز الجنة قلت بلى قال لا حول ولا قوة إلا بالله بمعنى لا قدرة على العمل ولا قدرة على الطاعة إلا بالله كما أن الإنسان لا يصرف عن المعصية إلا بقوة الله جل وعلا فلا حول فلا حول لنا ولا قوة لنا إلا بالله لا تحول من أمر إلى أمر من طاعة إلى معصية من معصية إلى طاعة إلا بالله سبحانه وتعالى الحول لا حول يعني الصرف يعني الانصراف ولا قوة إلا بالله العمل فالقوة هي لله جل وعلا كما في قول الله أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة فهو القوي سبحانه وتعالى إلى هنا بارك الله